السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم وعنوان الحادقة سوف نرى الغريبة غريبة سبيد الكوك وغريبة الكوكاو رائعين جدا نتمنى ان فيديو اليوم لإعجابكم الغريبة السبيد الكوك سوف نحتاج واحد المعلقة مملوء جيدا من المربع سوف نحتاج ايضا ربعات البيضات جوج كؤوس من زيت نباتية زلافة ملوء جيدا من الكوك او جوز الهند سوف نحتاج زلافة سنيدة وملأة تقريبا صرشية ونصف خمارة الحلوية سوف نحتاج سميدة الحرشة حسب الخالي تحتاج جمعنا العجينة تقريبا انا استعملت في العجين زلافة ايضا سوف نحتاج ايضا سكر غلاسي اللي سوف نفند فيه الحلوى دينا سوف نبدو على بركات الله بطريقة التحضير سوف نخذ القصعة سوف نضع فيها اول حاجة البيض سوف نضيف لها الزلافة السكر غير مملوء جيدا نضيف لها ملعقة كبيرة من المربع ونضيف الكؤوس بالنسبة للزيت إذا استعملت كأس العنبات فقط كأس ونصف من الزيت سوف نمزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خالط متجانس وبعد نضيف كمية الكوك الكوك أقل من ربع كيلو سوف نضيف سميدة كما ترى سميدة ضفت تقريبا زلافة ضفت غير شوية بشوية حتى تحصل على القوام المناسب بالنسبة للخميرة سوف نضيفها حتى الآخر ضفت خميرة حتى الآخر سوف نضيف خميرة ونصف هذا هو القوام الذي سوف تحصل عليه في العجين لا تكون مرخوفة وفي نفس الوقت لا تكون قاسحة نهائيا سوف نضيف الزيت سوف نضيف القليل من العجين سوف نضيف حتى نضيف حتى نضيف كمية سوف نضيف ونضيف سوف نضيف سوف نضيف السكر سوف نضيف 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 نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف سوف نضيف سوف نضيف حسب الخلق حسب الخليط حسب الخليط سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف ونضيف سوف نضيف سوف نضيف مكونات ثم نضيف سوف نضيف سوف نضيف على شكل واحد الكريم. هدا هو الشكل اللي حصلنا عليه. الان غادي بده نضيفه مكونات الاخرين. غادي نضيفه الملعقة صغيرة دي القرفة مع قبيصة من الملح وغادي نضيفه ايضا كوكاو او الفول السوداني اللي محمر ومطحون جيدا. غادي نمزجه هاد المكونات جيدا وغادي نضيفه المربع. بالنسبة للمربع تبقى اختياري هو فقط باش هذيك غريبة ما تجيش تفرتد وضغيها تتهرس تجي شوية شاده في راسها. غادي نضيف ايضا هادو كجوج خمارات اللي بقاولية. ايضا غادي نضيفه الدقيق بالنسبة للدقيق غادي نضيفه بالتدريج. حتى تجمعنا العجين وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا الشكل ديال العجين هو هادا كيف ما كتشوفوا. غادي نبدأ نشكلها على شكل كورات وغادي نحطها فالله طالي غادي تدخل الفرن. غادي نخدموها بهات طريقة اللي كتشوفوا. نخدموها بينيدينا عادة باش نبدو تنحرب لوها لانا لما آآ درناش لها الطريقة هادي فاش غا تجوني شان تبدو تحرب لوها بينيديكم. غادي تبقى تتهرس لكم. غادي ناخدها غادي نزينها بحبة من الكوكاو وغادي نحطها فاللاطة اللي غادي تدخل للفرن. بالنسبة للطياب ديال هاد غريبة هادي نفس الطريقة باش طيبنا غريبة ديال السميدة والكوك. غادي آآ ندخلوها لواحد الفرن اللي يكون آآ سخناه من قبل. غادي نشعلو على من الفوق ومن تحت نار اللي تكون هادئة. هنخليوها واحد مدة ديال ربع ساعة حتى آآ ما بين عشان دقيق وربع ساعة. حتى تبلينا بانها تشققات غادي نتفعلها النار من الفوق. غادي نخليو فقط من تحت نار هادئة. وغادي آآ استمر بهاد الطريقة هادي. حتى نشكل ونطيب غريبة ديالي كاملة. وغادي نمرو باش نشوفو الشكل النهائي ديال غريبات اللي صيبنا في هاد الفيديو هادا. غريبة بسميدة والكوك وايضا غريبة بكوكا وتنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم تيجيوا رائعين جدا. غريبة ديال الكوكو السميدة تجي معلكة من الداخل. وايضا غريبة ديال كوكا وتجي رائعة رائعة جدا. تنتمنى اللي اعجبكم الفيديو تبارتاجي وتخليوا لي اللايكات ديالكم وايضا اراءكم في التعاليق. ودعموني بالاشتراك في القناة وايضا اه تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعية فيسبوك وانستغرام عنوان حادقة. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة